خيال نبدأ ببيت الرفاعي رعد بيت الرفاعي طبعا يعني من القصص يعني انا عايز اقول هي امتداد بقى الشهد والدموع والمال والبنون لأ الاسر والعائلات ومشاكل الورث والانقسام العائلي اللي هم الطيبين والاشرار وده اللي بيحصل انتي طلعة في بيت الرفاعي عندك مسحة طيبة وخيرة وقريبة من القلب يعني انا كنت حاسة اللي هو ايه طب ما تجيب الحاجات الحلوة دي رحب وتيجي تزورينا اللي انتي بتعمليها دي بدأتي مع مين الاول بيت الرفاعي ولا صدفة لأ بدأت في صدفة الاول كتصوير والورق واول حاجة تعرضت عليها كانت صدفة من قبل بيت الرفاعي بكتير قوي وفيما بينهم شوية حاجات كانت تعرضت عليها وما استهوتنيش لاني حسيت ان قريبة من حاجات انا عملتها هقرر نفسي فكنت مكتفية بصدفة قوي لحد ما اتعرض علي بيت الرفاعي وقريت وتخضيت من جمال الورق والفرصة والفرصة الحلوة والفرصة الحلوة مع استاذ احمد نادر جلال اول مرة اشتغل معاه كمخرج فحاسيت ان في اضافة كبيرة هتحصل وبردو لما خوكي بقى باشا مصر برضو لسه اقول بقى لا ده موضوع ده باشا الاخلاق ده باشا الاخلاق وباشا الفن والانسانية فكانت بالنسبة لي فرصة عظيمة غير مش قبلة للتفكير لأ ده كان كمان كلها حاجات حلوة تخليني اتمسك بالعمل في بيت الرفاعي ان اكون حد المشاركين في دي حاجة كان بالنسبة لي اضافة كبيرة وزي ما قلت يا استاذ شافكي الفكرة بتاعت بيت الرفاعي قريبة من مسلسلاتنا بتاعت زمان فرجع الشهد ومشاكل العائلية كمان في دفع في لحظات كده تحسي ترابط الاسري مع التفكك السراعات حب الاخت الاخوها والاخوتها انت وملك قورة كمان يعني ايه كنا حاسين ايه بقلقك عليها وطبطك عليها وخفة دم ميرنة جميل اللايت كوميدي اللي بتعمله طبعا من مسلسلات الجميلة محطة مهمة في حياتي بصراع اشتركوا في القناة